اشتركوا في القناة بالمعلومات عن كل شيء الا عن المتهمين الاربعة وعلى وقع التخمة صاغت قرارا مشبعا باراء مسبقة لم تكن على مائدة التحقيق يؤكد حزب الله انه التعاون مع المحكمة في مراحل ثلاث واحدة في المونتفيردي والثانية في مكتب المدعي العام سعيد ميرزا والثالثة في احدى شقق الضاحية التي زارتها الجديد اليوم بصحبة النائب الموسوي وفي المراحل الثلاث لم يأتي المحققون على ذكر اي من الاسماء الاربعة ولم تطلب افادتهم للتحقيق معهم وتجزم مصادر حزب الله ان الدفوعات الثلاث التي حقق معها تباعا لم يكن بينها من اتهم بالاغتيال لم ينفي المحقق الدولي فاليرو اكيلو ولم يؤكد تلك الرواية وعلى الارجح فان عقله في اثناء التحقيق كان منتقلا الى معيدته ولكن وفقا للتحليل والاستدراك الذين يتقنهما حزب الله فانه لا بد من وجود محضر الثاني لديه ونسخة حزبية عما ادل به عناصره في اثناء التحقيق وعن الاسئلة التي وجهت اليهم واذا كان الحزب لم ينطق بكل شيء بعد فذلك لان المعركة طويلة وحرب الوثائق اطول ومنها قضية تفريغ الكمبيوترات السبعة والسبعين او التسعين في اسرائيل ولقد جاءت لجنة الهدنة لتوضح فسقطت في فخ التأكيد واذا كان هناك من ازالة التباس مطلوب من اللجنة فلتخبرنا بالمدة التي مكثت فيها الحواسيب في تل ابيب وكم استغرق الوقت لشحنها الى هولندا ولماذا نسخت موادها في اسرائيل من الاساس واذا دعت اللجنة ذريعة الترانزيت فان ذلك لن يستغرق سوى ساعات او يوم واحد على ابعد تقدير وتلك فترة كافية لنسخ المعلومات هي اذا مرحلة ضرب الوثائق بالوثائق والتواريخ بالتواريخ والمحكمة التي مكثت في الضاحية اشهرا واستدعت عناصر حزب الله الى مكاتب المونت فردي والمونت ميرزا ليس لديها اليوم ادعاء عدم تعاون الحزب الذي قرر وقف امدادها بالمعلومات لانه بذلك قد يوقف المدة والجزرة الى اسرائيل بموجب ما تقدم فان الحزب سهل وقدم واعطى ما لديه فهل تجرؤ المحكمة على طلب مساءلة اسرائيل واذا كانت المرحلة بطبعها هذا العنوان فان العنوين الاساسية الفرعية تستكمل انجازاتها على وقع خطوات نجيب ميقاتي رئيسا دستوريا وطئ السرايا اليوم بلا حفل تسلم وتسليم لان السلف تائه في بحر المتوسط فاقد النفوذ السلطة وهبة القرار السلطة اليوم لدى ميقاتي ابن الشمال الذي يؤازره ما يربع على عشرة وزراء من الشمال نفسه ومصالح الناس ستتبع غدا الهوى الشمالي لا بحر مونكو الذي لا يستطيع ان يمنحهم الخدمات اذا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي يصطحب قناة الجديد الى المكتب السابق للجنة التحقيق الدولية في الضاحية ويؤكد ان اللجنة لم تطلب الاستماع الى افادات المشتبه فيهم تحقيق للزميل في رأس حطو